السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام وعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات من أستاذ محمد البخاري في هذا الفيديو إن شاء الله سوف ندر معكم صفحة 14 من كتاب المتعلمة المتعلمة من هال النشاط العلمي وهذه الحصة إن شاء الله ستخص الحصة أربعة أضرار وتلوث البيئة على الجهاز التنفسي لذلك نفست على الأضرار التي تسبب أو التي تسبب تلوث البيئة أو تلوث الهواء على الجهاز التنفسي جهاز التنفسي للإنسان نعرفنا منين كيتكون هذا الجهاز التنفسي وقلنا كيتكون من الأنف كذلك كيتكون من الرغامة كذلك من القصبات الهوائية القصيبات الهنوائية والأسناخ الرئوية إلى غير ذلك إذن سنبدأ كما لعادة درس دينا بهذا الركن ألاحظ لفيه وحد الوضعية وكذلك سورة الانطلاق إذن سورة الانطلاق هناك مقارنة ما بين رئة شخص سليم وشخص مدخن وشخص يدخن يعني وشخص كيكمي إذن من قرارة الوضعية يسمع محمد أن التدخين مذر بالصحة إذن هذا محمد يسمع بأن التدخين مذر بالصحة فقارن صورتي رئتي مدخن وغير مدخن وبدأ أية تسأل وبدأ قارن صورتين صورة ديه الوحد الشخص مدخن والصورة ديه الوحد الشخص غير مدخن وبدأ أية تسأل إذن في نظركم إذن سأكتبوا سؤال التقصي في ورقة مستقلة كما العادة إذن سأتبع معي سؤال التقصي سيكون على هذا الشكل التالي ما هي إذن سأتكلمون الأضرار ما هي أضراره أضراره ماذا أضرار تلوث أضرار تلوث البيئة البيئة يعني الهواء وبالضبط الهواء نتكلمون على البيئة نتكلمون على الهواء على الجهاز على الجهاز التنفسي على الجهاز التنفسي إذن ما هي أضرار تلوث البيئة أي الهواء تلوث الهواء على الجهاز التنفسي للإنسان نسبة للفرضيات هذا نكتب أفترض أن أن ماذا أن الهواء مثلا أن الهواء الملوث يؤثر على الجهاز التنفس للإنسان للإنسان نعم أفترض أيضا أفترض أن الهواء الملوث يمكنه أن يصيب الإنسان بأمراض متعددة كالسرطانات سرطانات والتهابات الرئوية ثم وربوا الحساسية إذن هذوم الافتراضات سنعرفون هذة الافتراضات وش يصحيحها أو الخطأة بدراسة ركن أتحقق إذن أتحقق سأتحقق سأتحقق تابوا معي ألاحظوا الوثائق أدناء ثم أعبروا شفاهيا سنرى هذة الوثائق هذة الوثائق وتقلوا لها كتب لنا طفل مصاب بالرابو إذن هنا عندنا وحد الطفل كي يستعمل ذاك الرابوز بش يدخل تنائي الأكسجين إلى جسمه لماذا؟ لأن المصاب بالرابو علش هو مصاب بالرابو يعني بحلات ضايقة كنسميوها هو مصاب بالرابو لأن الأكسجين ما كيوصلش للأسناخ الرئوية وبالتالي هو يستعمل ذاك الرابوز باش كيوصل الأكسجين إلى الدم نعم ثانيا إذن هذا من بين الأضرار للتلوث البيئة هو الرابو ثانيا عندنا مصنع ينفث دخانا كتيفا هذا مسبب إذن هذا مسبب لأضرار أو للأمراض المصنع كي يطرح دخان كتيف ثالثا كذلك هو مسبب يعني دخان وغبار وسائل النقل رابعا سجارة تنفث دخانا وغازات سامة نفس الشيء إذن هذا مسبب السجارة نحن نعرف بأن التدخين مدر بالصحة وكذلك مثلا شي حد كي يدخن قدامك حتى أنت تقريبا كتدخن بحلول أكتر يعني ذاك الدخان وذاك الغازات رأيها سامة جدا نعم ندزل السؤال الثاني أو النشاط اثنان يحدد مصادر وملوثات الهواء بوضع رقم كل ملوث في الخانة المناسبة اعتمادا على الوثائق أعلى ذا اعتماد على الوثائق قدوا الفقانين غادين حاولوا بين مصادر وملوثات الهواء بوضع الرقم المناسب إذن رقم واحد أو اثنان أو ثلاثة رقم واحد هو غبار وجزئات جد دقيقة رقم اثنان دخانا وغازات سامة رقم ثلاثة جراثيم كالفيروسات والبكتيريات إذن وسائل نقل ملوثة بنسبة الوسائل نقل ملوثة واشكا تدخل ضمن الغبار وجزئات جد دقيقة ولا ضمن دخان وغازات سامة ولا جراثيم كالفيروسات والبكتيريات دم طبيعة الحال وسائل نقل تؤثر بطرحي الدخان إذن دخان وغازات سامة رقم اثنان معامل وآلات رقم واحد التدخين واحتراق الغابات والنفايات نسبة تدخين واحتراق الغابات والنفايات دخلف الدخان وغازات سامة اثنان وآخرا وسط العيش المحيط بنا ك عند فيه مصادر كالجراثيم والفيروسات والبكتيريات إذن ثلاثة جراثيم كالفيروسات والبكتيريات نعم سؤال ثلاثة تابهوا معي دائما نشاط ثلاثة أربط كل مرض من الأمراض المرتبطة بالتلوث البيئي بالسلوك الوقائي المناسب إذن عندي هاد الأمراض هادو هاد الأمراض هادو ثلاثة بهم مرتبطين بايش بالتلوث البيئي يعني بتلوث الهواء عدنا الربو عدنا التهاب الشعوب الهوائية وعدنا سراطان الرئة بنسبة السلوكات الوقائية اللي غاد نديروها باش نتجنبوا هاد الأمراض هادو أولا عدنا تغذية متوازنات تجنب المواد السامة والتدخين والمخدرات ثانيا عدنا تجنب الاتصال بالمصاب يعني المصاب بالرابو أو بالشعاب الهوائية أو بالسلطان الرئة غسل اليدين بالماء والصابون عدم لمس الأنف والفم بأيات متسخة تلقيح وتغذية متوازنة ثالثا عدنا المواد المسببة بالحساسية تجنب التدخين القيام بأنشطة رياضية تغذية متوازنة إذا نبدأوا بالرابو ما هي السلوكات الوقائية اللي غادين دروها باش نتجنبوا هذا المرض هذا نعم الآن السلوك الوقائي وهو المواد المسببة بالحساسية تجنب التدخين قيام بأنشطة رياضية وتغذية متوازنة هذا هم السلوكات اللي غادين يمكنوني من تجنب مرض الرب نسبة التهاب الشعوب الهوائية كنت تكلموا على تجنب الاتصال بالمصاب وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون كذلك لمس أو عدم لمس الأنف والفم بأيات متسخة التلقيح وتغذية متوازنة بينما سرطان الرئة خصو تغذية متوازنة وتجنب المواد السامة والتدخين والمخدرات نعم ونكملنا هذا النشاط رقم ثلاثة وندزل الملخص للملخص سنكتب معكم أنا في ورقة مستقلة سنكتب معكم أستخلص يحتوي الهواء الذي أستنشقه على مدى على ملوثات مضرة بصحتي نعم لذا أتجنب الأوساط الملوثة وأتبنى سلوكات وأتبنى سلوكات وقائية لأحافظ على على سلامة أعضاء جهازي التنفسي هذا هو الملخص ملخص بسيط وسهل يحتوي الهواء الذي أستنشقه يعني الهواء الذي أستنشقه يحتوي على ملوثات مدرة بصحتي لذا أتجنب الأوساط الملوثة وأتبنى سلوكات وقائية لأحافظ على سلامة أعضاء جهازي التنفسي نعم دزول أطبق باش نطبقوا ذلك شيء اللي تعلمنا في هذا الدرس أطبق نظرا لاتصاله بالوسط الخارجي يعتبر الجهاز التنفسي من أكثر الأجهزة عرضة للإصابة بالتهابات وتعفونات متعددة نعم إذن حيث هو الجهاز أكثر اتصالا بالوسط الخارجي هذا الجهاز التنفسي والأكثر عرضة يعني يمكنني تصب بالتهابات وتعفونات لذا يلزم اتخاذ مجموعة من الاحتياطات لصيانته وحمايته لذلك أخذ ننضر مجموعة من السلوكات وكذلك مجموعة من الاحتياطات باش نحمي الجهاز التنفسي ديالنا أخذ لأحافظ على سلامة أعضاء جهازي التنفسي إذن سؤال الأول في النشاط أذكر أهم الاحتياطات اللازمة لوقاية الجهاز التنفسي أذن أهم الاحتياطات اللازمة باش نحافظ على جهازي التنفسي نذكر أولا مثلا تجنب التدخين تجنب التدخين والمخدرات كانت تكلموا على التدخين يعني مع المخدرات أيضا القيام بأنشطة رياضية لأن الرياضة مهمة جدا مفهوم؟ والحركة صفة أم إما الماشي إما الركض إما اللاعب الكرة القدم أو لا إلى غير ذلك إذن القيام بأنشطة رياضية يحافظ أو لا كي يجعل أنني ندير الوقاية الجهازي التنفسي نعم أيضا تغذية متوازنة وهذا الأمر هذا مهم جدا متوازنة يعني مشينا كل واحد الأكل نعودونا أكله بزرد المرة إذن نخنين نوع الأكل وكذلك تغذية متوازنة صحية نعم سؤال آخر أبين أهم الاحتياطات اللازمة اعتمادها للحد من انتشار كوفيد 19 إذن كوفيد كورونا 19 أو كورونا كوفيد 19 بس ندير واحد الاحتياطات باش نتجنب الانتشار ديالو أو نتجنب أنني نتصاب به نبدو أولا بارتداء أو استعمال استعمال الكمامة نعم التباعد نعم التلقيح نعم غسل اليدين بالماء والصابور إذن هاته كلها احتياطات لازم اعتمادها للحد من انتشار كوفيد 19 الآخرين نعم نعم الآخرين سوف يجعلوا الريئتين يمرضوا سوف يجعلوا الفيمال و بومو وبهذا سوف نكملت هذا الفيديو الذي كان يخص صفحة 14 من الكتاب المتعلمين المتعلمين من هذا الناشاط العلمي مستوى الخامس ببتدائي خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته